يضم لينا من الجليل سيد أليف سباغة الباحث في الشؤون الإسرائيلية سيد أليف أهلا بك صباح الخير عليك بداية فوضات القاهرة ماذا ستحمل وما هي النتائج المحتملة بالنسبة إليك تفضل يعني في حقيقة الأمر نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية وبالذات موقع إسرائيل هي يوم المبادئ العامة التي سيحملها الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة ونشرت أيضا ليس فقط المبادئ وإنما أيضا نقاط الخلاف وإذا حاولنا النظر إلى هذه المبادئ والنقاط الخلاف هذه الشروط الإسرائيلية وإسرائيل تعتبر أن هذه هي المقترح الأخير الذي تقدمه إلى حماس ولكن هذه الشروط ليست واضحة إلى حد كبير تحدثون عن ثلاثة مراحل كل مرحلة 42 يوم بمعنى آخر 124 يعني أربعة أشهر يعني هنا اليوم حتى أربعة أشهر ينتهي هذا تنفيذ الصدقة ولكن الحديث عن نقاط الخلاف يشير أن المفوضات قد تستمر فترة أطول لأن نقاط الخلاف على الأقل مع الجانب الفلسطيني هناك نقاط خلاف مع الجانب المصر حول محور فلادلبيا ومعبر رفح إلى خريق وماذا بشأن ما تبلغه إسرائيل لمصر بأن هناك رد إيجابي فيما يخص معبر رفح ومحور فلادلبيا هذه إغراءات تقدمها إسرائيل حتى تحصل مقابلها على تنازلات من نوع آخر رد إيجابي ما هو الرد المشكلة هنا تكمن في أن تنازلات من أي نوع؟ إسرائيل تطلب تنازلات من ناحية المصرية وتنازلات من ناحية الفلسطينية وبالأساس تنازلات أمنية وهناك نظرة بعيدة لإسرائيل حول مستقبل قطاع غزة لا يمكن أن يتفق الإسرائيل مع الفلسطيني ولا مع المصري حول مستقبل قطاع غزة لأن ما تراه إسرائيل مختلف تماما عن ما تراه القيادة الفلسطينية حتى غير حماس ومختلف تماما عن ما تراه مصر إسرائيل تريد سيطرة أمنية كاملة في قطاع غزة حتى لو قالت لا نريد احتلال قطاع غزة لا نريد احتلال قطاع غزة لا يعني أنها لا تريد سيطرة أمنية على قطاع غزة كما سيطرة أمنية في الضفة الغربية إذن هي تريد وكيل في قطاع غزة يحمل مسؤولية الإدارة المدنية ولا ينتمي إلى منظمة التحرير الفلسطينية غير السلطة الفلسطينية لا تشارك بذلك وحماس لا تشارك بذلك إذن من سيفعل هذا؟ هي تريد إدارة دولية لقطاع غزة وفي الوقت نفسه سيطرة أمنية إسرائيلية في قطاع غزة بالكامل وتعول كثيرا على استمرار الضغط العسكري إسرائيل مقتل والتهجير والضغط على الإنسان الفلسطيني حتى يقبل بالشروط الإسرائيلية في الوقت الحاضر هي مفاوضات وأنا أحذر من ترويج وكأن هناك مفاوضات سرية وكأن هناك اتفاقيات سرية ووفق الشروط الإسرائيلية لا أعتقد أن مصر ستقبل الشروط الإسرائيلية ولا الفلسطيني سيقبل الشروط الإسرائيلية وأنا نزع سلاح حماس من قطاع غزة هذا أمر بعيد المدى تروج إسرائيل وكأن هذا صار متفق عليه وهذا غير صحيح ولكن هذه الترويجات تهدف إلى إحبار الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية وبالتالي الوصول إلى ما تريده إسرائيلية الشروط من السياسة الممنهجة الإسرائيلية يعني منذ التعامل معها في وسائل الإعلام أيضا لا تعتقد أن حتى هذا الطابع الإجابي التي تحاول أن ترسقه إسرائيل بهذه المفاوضات هذه المرة يأتي تزامنا مع كلمة نتنياهو التي سيلقيها اليوم في واشنطن هو ليس المرة الأولى في يثيرون فيها طابع إجابي الطابع الإجابي هدفه إيقاف أي تحرك شعبي كان في أوروبا وفي أمريكا وحتى في شرق الأوسط لأن التحرك الشعبي ضغط على إسرائيل هي لا تريد ضغط على المفاوض الإسرائيلي لا تريد ضغط على الجيش الإسرائيلي أو على حكومة إسرائيل خاصة عندما يكون نتنياهو في الولايات المتحدة بث الروح الإيجابية وكأن هناك اتفاق وبالتالي يوم الخميس في اليوم الذي يلتقي فيه نتنياهو مع بايدن يكون هناك الوفد الإسرائيلي في مصر هو بهدف رفع الضغط عن نتنياهو وتحييد الضغط الشعبي إلى حد كبير نتنياهو لا يقدم إلى بايدن أي مقترح إيجابي هو يريد دعم من بايدن إلى المقترحات الإسرائيلية حتى يقول للفلسطينيين والعرب جميعاً أمريكا معنا هذه هي شروطنا وهي شروط أمريكية وما عليكم للقبول بها لا أرى في الوقت الحاضر أي قبول فلسطيني أو عربي بالشروط الإسرائيلية نقاط الخلاف التي أعلنتها إسرائيل تشير أن الموضوع بعيد يعني ويحتاج إلى التفاوض كبير جداً ولكن في نهاية الأمر الميدان هو الذي سيقرر نهاية هذه الحرب ونهاية حتى المفاوضات وشروط الصفقة الميدان وصمود الشعب الفلسطيني كما حصل خلال عشرة أشهر ماضية هو الذي يقرر ما إذا كان إسرائيل ستملي شروطها أم لا هناك سرعات إسرائيلية داخلية بدون شك أن الإسرائيليين يعتقدون بأن هذه هي الفرصة الأخيرة لإطلاق صراح أبنائهم الأسرة ولكن مجرد أن يأخذ ناتنياهو معه عدد من أهالي الأسرائيل إلى الولايات المتحدة هو يريد الترويج وكأن إسرائيل في حالة دفاع النفس وأن إسرائيل هي الطرف المظلوم والطرف الذي يدافع النفسه في هذه الحرب بالمقابل لا يوجد جهد فلسطيني دولي وهذا نقطة ضعف فلسطينية لو كان هناك جهد فلسطيني دولي بمعاكس الاتجاه الذي تبدله حكومة إسرائيل ربما كان وضع أفضل في الوقت الحاضر وكيف ترى وثيقة بكين في هذا السياق سيدادي أنا لا أريد أن أحبط أحد ولكن وثيقة بكين كما كل الوثائق السابقة كانت وثيقة موسكو ووثائق أخرى في نهاية الأمر يأتي وفد فتح إلى رب الله وهناك تنقلب الأمور وتوضع هذه الوثيقة على رفض كما وضعت كل الوثائق أخرى وإثبات على ذلك أن ما سرب إلى وسائل الإعلام من بعض الجهات مختلف عن ما تم الاتفاق عليه إذن هناك محاولة لقبل مرور ساعات من الاتفاق هناك محاولة لإحباط هذا الاتفاق لذلك أنا لا أرى أن الاتفاق هذا سيعطي حلول ويعيد الوحدة الفلسطينية ولكن من الضروري أن يتم البناء على هذا الاتفاق وعلى كل الأوراق السابقة البناء لبناء قيادة وطنية موحدة أنا شخصيا ناديت بقيادة وطنية موحدة على شكل قيادة وطنية للانتفاضة الأولى بغض النظر ليست بديلة لمنظر التحرير الفلسطينية وإنما قيادة فلسطينية موحدة لتقود هذه المرحلة وهذه الحرب بالدات بين الضفة الغربية وقطع غزة بين جميع الفصائل تشمل جميع هذه القيادة الفلسطينية الموحدة لا توقي القرار في أيدي فصيل واحد وتتحمل مسؤولية كل الفصائل تتحمل مسؤولية المستقبل كما قلت ليس بديلاً منظر التحرير ولكن لقيادة هذه المرحلة بالدات هذه القيادة لم تتشكل لغاية الآن ولكن من الضروري أن يبنى على هذا الاتفاق الذي حصل في التكين لبناء هذه القيادة الموحدة وهي التي ستعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية لاحقاً وحضرتك بحسب هذا الطرح والتحرير هل ترى فرص لمرور هذه الصفقة أو إيقاف هذا العدوان عن طريق الطاولات السياسية؟ لو تشكلت قيادة فلسطينية موحدة سابقاً أو حالياً فيكون التفاوض مختلفاً عندما تتشكل قيادة فلسطينية موحدة واحدة تفاوض بشكل مباشر أو غير مباشر فتكون النتائج مختلفة الاعتماد الإسرائيلي على الانقسام الفلسطيني ما زال موجوداً التشجيع الأمريكي لهذا الانقسام الفلسطيني أو الجهد الأمريكي لإبقاء هذا الانقسام الفلسطيني موجوداً اليوم مطلوب من الشعب الفلسطيني أن يوحد جهوده أن يوحد الفصائل يوحد القيادات من أجل الخروج من هذه المرحلة بأقل ما يمكن للضرر وأكثر ما يمكن للمكاسب في نهاية الأمر أي خروج من هذه الحرب أو من هذه المعركات دون أن يكون هناك أفق مستقبل لنهاية الصراع بما يتفق مع القانون الدولي وهذا أقل ما يمكن وهذا هو المشترك الفلسطيني بما يتفق مع قانون الدولي بمعنى انسحاب الحدود الرابع من حزيران إقامة دولة الفلسطينية المستقلة وعودة اللاجئين كما هو منصوص عليه في اتفاق بيكي إذا لم يحصل ذلك بمعنى الأفق السياسي ستكون هذه الحرب مرحلة من هذه المراحل وسنعود إلى نقطة السفر في اليوم التالي لذلك لا يجوز أن تنتهي هذا الحرب وفق الشروط الإسرائيلية ولا يجوز أن تنتهي وكأنه وسنعود إلى نقطة السفر في اليوم التالي